مساء الخير لا نجاح ولا فشل تلك هي الخلاصة التي انتهى اليها القارئون في جولة التفاوض التي عقدت ليومين في الدوحة على نية غزة صحيح ان لا دخان ابيض تصاعد من هذه الجولة لكن الصحيح ايضا ان لا دخان اسود بحسب هؤلاء القارئين واذا كانت جولة الدوحة قد انفضت من دون اتفاق حاسم وناجز فان للتفاوض تتم في القاهرة قبل نهاية الاسبوع المقبل ومن الان وحتى ذلك الحين تتكثف الجهود الدبلوماسية ولسيما من جانب الراعي الثلاثي فيما تنصرف الفرق الفنية الى العمل على التفاصيل التنفيذية فهل تنجح هذه الفرق وتلك الجهود في تذليل العقبات ام ان الشياطين الاسرائيلية ستستمر كامنة في التفاصيل في انتظار المنح الذي ستتخذه الامور برز تفاؤل امريكي مفرط عبر عنه بشكل خاص الرئيس جو بايدن بقوله انه لم يتم التوصل الى اتفاق بعد لكننا اقرب الى الحل مما كنا عليه قبل ثلاثة ايام وقد اوفد الرئيس الامريكي وزير خارجيته انتوني بلينكين الى المنطقة في جولة تشمل اعتبارا من مساء اليوم كيان الاحتلال ومصر وقطر وبحسب وزارة الخارجية الامريكية فان مهمة بلينكين تتمثل بالضغط من اجل التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة واطلاق سراح الرهائن والمعتقلين من خلال الاقتراح الذي قدمته واشنطن الجمع الماضي خلال محادثات الدوحة وعندما يجتمع الوزير الامريكي مع بنيمين التنياه الاثنين سيلمس بوضوح منوراته ونفاقه او سيلتمس ونفاقه وتصلبه ونهجه التاطلي كيف لا وهو الذي يعلن ان المقترح الامريكي غير مقبول ويصر على ابقاء قوات عسكرية اسرائيلية في محورين ساريم وفلادلفيا ويتمسك بمنحه حق وضع فيتو على اسماء اسرى فلسطينيين يفترض اطلاق سراحهم وابعاد اخرين الى خارج فلسطين اما المقاومة الفلسطينية فردت بلسان حركة حماس على الشروط الاسرائيلية مؤكدة انها لن تقبل باقل من وقف كامل للنار والانسحاب من كل القطاع وعودة طبيعية للنازحين وصفق التبادل من دون شروط الاحتلال في الجانب اللبناني اعتداءات اسرائيلية جديدة اخرها غارة مسيرة على دراجة نارية في صور ظهرا ادت الى سقوط شهيد هذه الغارة جاءت بعد ساعات على مجزرة مروعة ارتكبها العدو فجرا عندما اغار طيرانه على معمل الاحجار الاسمنتية في وادي الكفور الغارة اسفرت عن استشهاد افراد عائلة سورية مؤلفة من الاب والام واولادهما كما تسببت بخمس اصابات وزعم جيش الاحتلال ان معمل الاحجار هو مستودع اسلحة في المقابل شنت المقاومة هجومين كبيرين احدهما بمحلقتين انقضاضيتين على موقع المرش والثاني بصواريخ الكاتيوشا على مستعمرة ايلي تهشار هذه المستعمرة تقع شمال شرق مدينة صفد على بعد عشر كيلو مترات من الحدود اللبنانية الفلسطينية وهي تستهدف للمرة الاولى موسيقى